هذا البرنامج من إنتاج النهار نور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد والنبيين والمرسلين أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائما مع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نتواصل لنتحدث فيما يفتح الله به علينا عسى الله أن ينفعنا به في الدنيا وأن ينفعنا به في الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى بدأنا أعزائي المشاهدين حديثنا عن الصلاة بخطاب يسير ميسور ومشينا مع الصلاة من أول ما شفنا فضلها ومكانتها وقيمتها وده اللي خلانا إحنا اللي نجري علشان نصلي قبل ربنا سبحانه وتعالى ما يدعونا علشان نصلي ليه بنعمل كده وليه عملنا كده وكيف وصلنا إلى هذا وصلنا إلى هذا لما أدركناه من قيمة الصلاة ومن فضلها ومن بهاء صاحبها ومن مكانته لما شفنا الكلام ده لقينا إن الصلاة حقيقة بعيدا عن الشياطين وبعيدا عن معتركات الحياة لدينا الموضوع في منتهى البساطة سواء في الطهارة المتعلقة بيها وقد إيه ربنا سبحانه وتعالى واسع وخفف علينا قد إيه في الصلاة نفسها من الكلمات ومن الحركات وفوق ده كله إن ربنا سبحانه وتعالى لا يريد أن يحرم أحدا من الصلاة في كل الأحوال إلا نادرا جدا طيب علشان كده شفنا إن المريض برضو حيصلي ده مش ربنا بيشق عليه اللي ما بيفهمش حيقول كده إيه ده معقولة حتى وهو عيان يصلي لا ده حتى وهو عيان محتاج الصلاة فربنا سبحانه وتعالى خفف عنا في كل الأحوال علشان محدش يحرم نفسه من الصلاة أبدا برضو ليه بنفكر ونكرر بعض العبارات علشان هذه الصلاة إذا صلحت صلحت سائر أعمالنا وإذا فسدت فسدت سائر أعمالنا ومدام الصلاة متعلق بها صلاح الأعمال أو فسدها فيقينا هذه الصلاة يتعلق بها صلاح الدنيا وصلاح الآخرة صلاح الدنيا علشان حيجلنا ربنا سبحانه وتعالى لما يقولنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يبقى الصلاة الوسيلة إن إحنا نتخلص من كل المنكرات اللي إحنا بنعملها في الدنيا من كل منكرات الدنيا ومن كل الفحشاء المنكرات اللي هي ذنوب الأبدان والفواحش اللي هي ذنوب الأخلاق ده وده هنتخلص منه يقينا عارفين ده ممكن يكون إمتى إذا صلحت صلاتنا وصدقت نيتنا مع الله سبحانه وتعالى وعرفنا قيمة هذه الصلاة ولم نكذب في أدائها ولم نكذب في توجهنا لها طيب لما كان كده أعزائي المشاهدين وشوفنا إن ربنا سبحانه وتعالى قد إيه بيخفف عننا تعالوا النهار ده برضو نتكلم على شيء من التخفيف حاجات يمكن إحنا مش بنتعرض لها كتير بس علشان أوري حضراتكم قد إيه ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا حاجتين مهمين جدا ما يحرمناش من الصلاة في كل الأحوال ويخفف عننا في كل الأحوال فلا تكون الصلاة إلا قرة عيوننا كما هي كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف كده النهار ده عندنا صلاتين لما حنفكر فيهم ونتدرسهم حنعرف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى حقق لنا هاتين الخصلتين أن نصلي فلا نترك الصلاة أبدا وأن لا تكون الصلاة عائقا لنا من أي شيء وأن لا تدفعنا إلى أي مكروه والثلاث حاجات دول اللي الناس الشيطان بيتحك عليهم ويخليهم ما يصلوش أو يأخروا صلاتهم علشان كده خايف لحسن يتأخر خايف لحسن يتعطل خايف لحسن وقت ويضيع كل الكلام ده مش موجود ملوش وجود خالص بس إذا إحنا ربنا من ربنا الشيطان بيبعد عننا إذا كان العكس فبيبقى العكس والعياد بالله تعالى أول صلاة هنتكلم عنها النهاردة هي الصلاة في حالة المطر وفي حالة الحر أقول الله إيه ده؟ لما الدنيا تكون حر ولما الدنيا تكون مطر في صلاة مخصوصة؟ آه ما هي الصلاة مخصوصة بس تشوفوا إزاي الإسلام وإزاي الرسول صلى الله عليه وسلم نظر لكل أحوالنا فجعل لنا تخفيفا من كل شيء يمكن أن يسبب لنا عسرة أو يسبب لنا مكروه طيب إيه بقى صلاة الخوف وإيه صلاة المطر وإيه صلاة الحر؟ تخيالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان الدنيا بتبقى حر قوي ييجي صلاة الظهر صلاة الظهر بتيجي ساعة الاستواء ساعة الاستواء دي يعني الشمس بتبقى عمودية على كل الأرض بقدر ما يليها على حسب موقع كل بلد يعني أكتر وقت بيبقى حر في اليوم ساعة صلاة الظهر ساعة ما بتتعامد الشمس على خط الاستواء وبتبقى أقرب ما تكون لأي نقطة على وجه الأرض حسب مكانها طيب في الوقت ده بتبقى الدنيا حر جدا واحد اتنين ما بيبقاش في ضل وخاصة في الصحرة ما فيش شجر ما فيش ظلال ما فيش الكلام ده تخيلوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا ايه يقول لنا ابردوا بالصلاة يعني ايه ابردوا بالصلاة يعني لما تيجي صلاة الظهر استنوا شوية اللي حينادي للصلاة في المسجد يأخر الأزان شوية لحد لما الجدار بتاع الجدران بتوع المباني يبقى لهم ضل يعني الشمس يتميل شوية يقوم الناس اللي حتروح للمساجد تلاقي حط الضل تمشي فيها علشان ما يحروشهم رايحين للصلاة يا سلام يا رسول الله ايه ده ايه العظمة دي كلها ايه الرحمة بتاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي يقدمه هذا الدين لأتباعه ايه ده مش عايز يعطلهم ابدا مش عايز يرهقهم ولا عايز يشق عليهم لما الدنيا تكون حر اللي رايح المسجد ربنا يقول للمؤذن استنى شوية اخر الصلاة لحد لما يكون فيه ضل الناس يمشوا فيه علشان ما يحروش وهم رايحين رايحين للصلاة يصلي في المساجد ساعة المطر بقى العكس الدنيا مطر فتخيلوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانت الدنيا بتكون مطر في الشتاء والناس ينزلوا من بيوتهم علشان يروحوا يصلوا في المسجد يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل ايه يقول لهم ايوة اللي جاي يصلي المغرب يجمع صلاة العشاء مع المغرب علشان المطر ايه ده معقولة اه الناس اللي تروح تصلي المغرب في وقت مطر ممكن الامام يقيم صلاة العشاء بعد المغرب على طول ويبقى كده جمع تقديم لصلاة العشاء والناس تصلي المغرب والعشاء ياخدوا الثوابين ويروحوا بيوتهم وخلاص بقى عشان ما ينزلوش تاني ساعة صلاة العشاء والدنيا مطر والارض موحلة فكده يبقى فيه مشقة عليهم ايه ده ايه ده هذه عظمة الاسلام في تيسيره على اتباعه في اداء كل العبادات كل العبادات وعلماء الاصول بيقولوا ايه حيثما تكون المشقة لا يكون الشرع لما يكون فيه مشقة في اي حاجة يبقى الشرع مش موجود لان الشرع دائما مبني على اليسر والتيسير والتخفيف والرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء عن شيئين اللي اختار ايسرهما ما لم يكن معصية او ما لم يكن فيه مخالفة شوفوا قد ايه ربنا سبحانه وتعالى حريص على ان محدش فينا ما يصليش وما فيش حد يصلي يلاقي مشقة في صلاته ده الجمال بتاع الشريعة كلها كل شريعة الاسلام كده وده الجمال بتاع الصلاة ان انت لما تصلي باذن الله تعالى مش هتلاقي اي مشقة كل ده انا بأكد على الناس اللي بيضيعوا صلاتهم بيضيعوا عليهم ثواب كبير جدا وفضل كبير جدا ونعمة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى وبيقفلوا على نفسهم باب من ابواب الجنة هو من اعظم ابوابها وايصر الطلق للحساب اليسير هو المحافظة على الصلوات الخمس لان دي اول حاجة بنتحاسب عليها يوم القيامة اول حاجة هتتحط في الميزان فلو انت حرصت عليها الميزان على طول حيطب يبقى بعد كده شوية حاجات هتعملها ان شاء الله تعليك درجات في الجنة مش العكس والعياده بالله تعالى طيب ادي دية صلاة الخوف صلاة المطر وصلاة الحر زي ما شفنا ادي ايه ربنا سبحانه وتعالى ميسر فيه يبقى كده المريض حيصلي والمسافر حيصلي والمريض له تخفيف والمسافر له تخفيف في الحر حنصلي وحنروح المساجد والشمس مش حت مش حتدايقنا عشان حنأخر الصلاة لحد ما الجدر بتاعة البيوت يبقى لها ضل نقدر نقدر نمشي فيه طبعا كل الحاجات دية اذا كان هناك ما يستغنى به عنها خلاص ما فيش مشكلة خاص بس انا حبيت اوري حضراتكم قد ايه الاسلام والرسول صلى الله عليه وسلم كان معنا في كل شيء وفي كل حال من الاحوال نيجي بقى لصلاة تانية لما نكون مسافرين احنا قلنا ان احنا بنقصر الصلاة بنقصر ونجمع كمان طب لو كنا بقى في حرب الجنود والناس المشاركين في الحروب لما هيخرجوا علشان يحربوا في الغالب الاعم بيبقوا على سفر حيمشوا مسافة طويلة من معسكراتهم لحد الحدود لحد ايا ما يكن الوضع ففي الغالب الاعم بيكونوا في سفر يبقى كده عايزين يعملوا ايه عايزين يقصروا الصلاة ينفع اه طبعا ينفع وكمان عايزين ايه عايزين يجمعوا الصلاة ينفع اه طبعا ينفع طب دلوقتي بقى قاعدين في المعركة واقعدين في الحرب والعدو قاعد في وشهم وهم واقفين كده والمراقبة والكاميرات والدنيا بيشوفوا الناس بيتحركوا ازاي وبيعملوا ايه بالله عليكم لو ان المسلمين جنبا في وقت الله اكبر الله اكبر حي على الصلاة حي على الفلاح وقاموا علشان يصلوا وطبعا المسلم لما بيدخل في صلاته بيعمل كده بيودع الدنيا كلها لا يهم حرب ولا يهم مال ولا يهم ده ولا يهم ده خلاص هو نس الدنيا بما ايه نس الدنيا بما فيها معنى كده ايه بقى معنى كده ان الاعداء حيلاؤوا الناس دول بهذه الصورة وبعد شوية كمان حيسجدوا مش شايفين ايه اللي حيحصل وبعد شوية حيبقوا قاعدين مواجهين للقبلة مش عارفين اللي في ظهروهم ايه فلما ييجي قائد مكار شوية حيستغل الوقت ده والحال ده علشان يهجم على المسلمين وينتصر عليهم وبالفعل الكلام ده حصل مش حصل الموقف ده ان حد من الاعداء هاجم على المسلمين بس الفكرة كانت قائمة سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه قبل ما يسلم كان في مواجهة مع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كان في غزوة من الغزوات وسيدنا خالد ما كانش اسلم فهو اللي كان القائد للايه القائد لجيوش الاعداء للكفار فخالد ده قائد عظيم وفي لغة الحرب مكار يعني حاجة سيف الله المسلول خالد رضي الله عنه وارضاه وقف كده في الحرب فلاقى المسلمين صلوا وهم وقفين يصلوا لقاهم اتوجهوا نحية القبلة وبعد شوية ركعوا وسجدوا خالد بص كده قال الله مدام ده بيحصل انا حنتهز هذه الفرصة فاعلموني ساعة صلاتهم قال للناس المساعدين بتوعوا رقبوهم بقوا وشوفوا امتى حيصلوا امتى حيصلوا تاني هتعمل ايه خالد اه حيهجم على المسلمين ساعة ما هم بيصلوا ادي التفكير بتاع القائد المكار لما كان لما كان كافر طب وبعدين بقى ايه اللي حصل ما بين خالد لما قال الكلام ده تقريبا كان في صلاة الظهر ولما جات صلاة العصر ما بين الصلاتين نزلت آية في القرآن الكريم اللي حقرأها على حضراتكم واللي احنا حنقف عندها خالد بن الوليد هو واقف رائب المسلمين قالوا له إلحق بيكبروا حيصلوا لما جمي صلوا بقى في الوقت التاني شوف ما بين ده وما بين ده سبحان الله العظيم على شك ربنا يقول لنا أنه دائما معكم كما لو كان يسمع ما تقولون وكما لو كان يراقب ما تفعلون فخليه معك في كل حالة حتلاقي لك علاج لكل حاجة ما بين الظهر وما بين العصر خالد بن الوليد وقف يبص كده لقى المسلمين وقفين يصلوا الوضع اختلف الوضع اختلف ليه القبلة اختلفت بدل ما المسلمين كانوا يبصوا كده بقوا يبصوا ناحية الجيش ناحية خالد قال الله ايه اللي حصل ده لسه كمان لقى المسلمين اتقسموا نصين نص واقف يصلي والنص التاني شايل سلاحه وواقف قال الله دول خلصوا صلاة سلموا وراحوا وقفين التانين اتقدموا ووقفوا يصلوا واللي وراهم اللي صلوا قبل كده شالوا سلاحهم وفضلوا وقفين بيرقبوا خالد لو اتحركت الدنيا حتتقلب عليك ايه ده ايه اللي حصل ده تخيلوا ان هذه الواقعة كما يقال كانت سبب في اسلام خالد بن الوليد ازاي ده حصل ازاي هو كان بيفكر في حاجة وما بين الوقت للتاني اتغير الموقف خالص ليه لان هذا قرآن ينزل من حكيم عليم كانت هذه الواقعة سبب في اسلام سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه طيب وهذه الواقعة بقى وتلك الآية حطت لنا ايه حطت للمسلمين صلاة الخوف ايه بقى صلاة الخوف تعالوا اقرأ لحضراتكم الآية عشان نشوفها واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فالتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم ودى الذين كفروا الكلام عن مين عن خالد ودى الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة يا سلام على الجمال دا لسه كمان جابعد شوية حاجة تانية بس يعني مش هنتعرض لها اوي وليأخذوا حذرهم واسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولو كان بقى فيه مشكلة فيه تخفيف تاني ولا جناح عليكم إن كان بكم أذن من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهيما يا سلام على الجمال يا سلام على عظمة القرآن تعالوا أعزائي المشاهدين نخرج فاصل ثم نعاود حديثنا عن هذه الآية وعن أحكام الصلاة أثناء الحرب والخوف أعزائي المشاهدين عدنا مع حضراتكم حتى نتابع حديثنا عن الصلاة وبنتكلم عن تخفيف الصلاة عن المسلم وهو بيؤدي هذه الصلاة في كل الأحوال علشان حكتين كررتهم يمكن أكتر من مرة علشان ما ننسهم شيء خالص حتى يفتح الله الباب لكل مسلم أن يصلي في كل وقت ما فيش حاجة تعطله عن صلاته وكمان لا يجد عسرا ولا مشقة مع صلاته أبداً أبداً ده الجمال اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله لنا من هذه الصلاة لتكون قرة لعيوننا ما تكونش حاجة قيلة وحاجة ثقيلة ويلا عشان نصلي وصلة دي تقول أبداً متى تكون الصلاة؟ متى تقام الصلاة؟ ده كان رغبة المسلمين دائماً ورغبة المسلمين في كل وقت متى تحين الصلاة حتى نصلي طيب لما شفنا أعزائي المشاهدين الآية 102 من صورة النساء وهي بتتكلم عن حكم الصلاة أثناء الحرب أو أثناء الخوف تعالوا نشوف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى يصر على المسلمين علشان الصورة تتضح أكثر وأكثر وأكثر دلوقتي المسلمين مسافرين يبقى حيصلوا إيه؟ حيصلوا قصر يعني الصلاة الربعية هتبقى تنين كويس أو وحيصلوا جمع يبقى يجي معه الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء جمع تقديم أو تأخير لأي منهم شوفوا بقى الرجل اللي واقف في المعركة اللي واقف يحارب وشايل سلاحه وشايل عتاده وواقف في مطر في حرف طبعا ده بيبقى موقف على أي جيش في العالم موقف صعب جدا وما بيستحملش إيه؟ زي ما بيقولك ده ما يستحملش الدباء نتيجة على مناخيره يعني واقف في منتهى الحذر ومنتهى اليقظة دلوقتي بقى في منتهى الحذر وفي منتهى اليقظة يؤذن المؤذن للصلاح عند بقى الناس يعين الغلبانين اللي الشيطان داحك عليهم دلوقتي هو ده وقت صلاة يوه ازاي بقى استدنا شوية عندنا اجتماع عندنا شغل المكانة جاية البضاعة راحت آه الشيطان دخل ومدام الشيطان دخل يبقى عرف يصل إلى القلوب فيجعلها تميل عن هدفها وعن غايتها وعن صالحها العسكري واقف يحارب والعدو قدامه زي ما شفنا احد اسباب نزول هذه الاية العدو قدامه منتظر الغفوة منه عشان يهجم عليه برضو في الوقت ده العساكر محتاجين يصلوا مش هقول لازم يصلوا علشان لازم بيت خلصنا منها انما محتاجين يصلوا علشان يثبتهم الله علشان يأمنوا علشان يطمئنوا علشان ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم ففي الوقت ده بقى يعملوا ايه شوفوا ربنا قال ايه للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من الائمة لما ايجي وقت الصلاة وانت بتحارب ماشي اقم الصلاة حنقيم الصلاة قبلتكم تكون جهة عدوكم مش العدو واقف النحيا دي والقبلة النحيا دي تبقى كده لا خل القبلة في الاتجاه اللي انتو تبقوا شايفين فيه ايه شايفين فيه العدو ليه علشان اينما تولوا فتم وجه الله الذي قال الى الكعبة هو الذي قال الان هكذا طيب ادي القبلة وبعدين بقى شوفوا بقى الجمال ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم اقم الصلاة وقسم الجيش نصين نص يقف شايل سلاحه وعينوا على العدو لو عمل اي حاجة يتحركوا بصلعة جدا والنص التاني حيقف علشان يصلي طب حيصلوا ازاي دول مسافرين حيصلوا ركعتين شوفوا الركعتين دول بينصليهم ازاي الامام يبدأ باقامة الصلاة ويصلي ركعة واحدة وبعدين لما يصلي ركعة يروح قاعد شوية يروحوا الناس اللي بيصلوا وراه يعودوا ويقولوا التشاهد ويسلموا وينصارفوا ايه ده صلوا كم ركعة صلوا ركعة واحدة بس وقاموا وشالوا سلاحهم وبعد ما تأهبوا الناس الدفعة التانية اللي هي كانت مستلمة المراقبة تبدأ تصلي يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم الله اكبر يقوم هم يكبروا علشان يدخلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة هيصلوا كام هيصلوا ركعة واحدة بس الرسول صلى الله عليه وسلم هيصل الركعة التانية ولما يصل الركعة التانية هيقعد يقول التشاهد هيسلم وهم حيسلموا معاه يبقى كده الرسول او الامام صلى ركعتين في الصلاة الرباعية لانهم على سفر والجيش كل فصيلة صلت ركعة واحدة وتقسموا نصين شوفوا الجمال علشان الناس تشوف وتعرف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيسر هذه الصلاة ولما نيجي نشوف كده ونسمع كده يا ربنا يلفت نظرنا لدرس جميل جدا وعظيم جدا لو احنا بصينا لهذه الصلاة عارفين حنلاقي ايه حنلاقي ان كل دفعة من الجيش صلت ركعة معنى كده ايه ان الجيش كله واحد قلبه واحد وامره واحد مدام قائده وامامه واحد يبقى انت صلت ركعة الدفعة التانية شالت عنك ركعة والدفعة التانية شالت ركعة صلت ركعة وانت شلت عنهم ركعة فكأن هذه اشارة الى وحدة هذه الامة و الى طيب نسيجها و الى قبول امرها من ربها اذا اخلصت لله سبحانه وتعالى فيما تعمل و فيما تعبد الصلاة دي اعزائي المشاهدين هي صلاة الخوف الحمد لله ربنا يا رب لا يجعلنا نلجأ لها ابدا و لكن متى قتلنا قاتلنا و متى هجمنا هاجمنا و متى داعي الجهاد جاهدنا و حيثما يكون ذلك فان الصلاة معنا تريحنا من نصابنا و تفتح لنا ابواب الرحمات و ابواب التوفيق و ابواب النصر ادي الصلاة اعزائي المشاهدين كانت مع الجنود و هم يقاتلون في حربهم مهما كان امرها و كانت مع الناس و هم حرانين استنوا لما الضل ييجي و كانت مع الناس في المطر خلاص صلوا المغرب مع العشة او العشة مع المغرب الاتنين واحد في الجمعين لو كان في مطر كله هذا من ابواب الايه من ابواب التيسير على الناس في الصلاة انا اتكلمت في الحاجات دي على الرغم انها يمكن مسائل قليلة الوقوع و الناس دي الوقت يمكن ما بتبقاش حتى واخدى بالها منها انما حييجي لما الناس يكونوا في المسجد في المغرب و الدنيا شتت و المطر نزل فكروا الامام او انتوا لو كنتوا موجودين صلوا العشة مع المغرب و يبقى كده جمع بلا قصر هنجمع الصلاطين مع بعضهم و اللي حيمشي بقى يبقى كده خد المكافأة بتاعته صلى الصلاطين عشان ما يجيش للمسجد في الام في وقت المطر و هكذا اعزائي المشاهدين تكون هذه الصلاة قرة لعيوننا كل ده احنا بنصلي لايه احنا بنصلي لوحدنا كل واحد كل واحد واقف يصلي لوحده باستثناء الموقفين اللي شفناهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم و شفناهم في المسجد مع الحر يا تارى اعزائي المشاهدين ربنا سبحانه وتعالى وقف عندنا كده علشان نصلي كل واحد لوحده و خلاص لا الصلاة ليها دور كبير او تاني ليها دور في جمع الامة و في توحيد كلمتها و في توحيد امرها و مش كده و بس ده هنشوف كمان ان ربنا سبحانه وتعالى الصلاة و احنا بنصلي يا تقبل يا ما تقبلش حسب الايه حسب جهدنا في ادائها و ممكن تقبل مية في المية و ممكن تقبل خمسين و ممكن ربعها و ممكن اقل من ذلك و ممكن والعياذ بالله تعالى ترفض كلها طيب في وسيلة عزائي المشاهدين نضمن بها باذن الله تعالى ان الصلاة لازم حتقبل مش امر مننا ولكنه فضل من الله جل علا عارفين امتى الصلاة لازم حتقبل باذن الله تعالى لو احنا صلناها في جماعة يا ترى ايه هي صلاة الجماعة و ايه الكلام اللي موجود فيها و ليه ربنا سبحانه وتعالى سنها لنا و ما هو اجرها الكلام ده هنقوله و هنتابعه باذن الله تعالى بعد الفاصل اشتركوا في القناة عزائي المشاهدين عدنا مع حضراتكم حتى نتابع حديثنا عن عماد الدين حديثنا عن الصلاة حديثنا عن ركن الاسلام الركين حديثنا عن قرة عين رسول الله و عن قرة عين كل مسلم و كل مؤمن الحديث عن الصلاة و ايه فنا عزائي المشاهدين عند صلاة الجماعة الجايزة الجميلة اوي و المنحة العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها للمسلم انه علمه او شرع له صلاة الجماعة فايه بقى صلاة الجماعة صلاة الجماعة اعزائي المشاهدين زي ما حنشوف دلوقتي اساسها ان تكون في المساجد لان المساجد منها ينادى الى الصلاة فان لم تكن في المساجد فكل بقعة على وجه الارض يصلى فيها فهي مسجد يبقى لو انت اعرفت فضل صلاة الجماعة زي ما حنقول حتسارع الى المساجد عشان تصليها لو تعذر او كان الامر يعني صعب بالنسبة لك ان انت تروح المسجد فحاول ان لا تتخلف عن صلاة في الجماعة فين بقى تكون في اي مكان يبقى الجماعة افضلها واعظمها زي ما حنشوف ما كان في المسجد الدرجة التانية ان انت تصلي جماعة في اي مكان جعلت ليا الارض مسجدا وطهورا في الشغل ممكن تصلي بقى المكان اللي بتصلي فيه ده مسجد صلي في جماعة في المدرسة في الجامعة في الشارع في اي حتة يمكن ان يجتمع الناس وفيصلون يحولوا هذه الارض التي هم عليها الى مسجد ويصلون وينصرفون باجر عظيم زي الرسول صلى الله عليه وسلم ما حيقول لنا طيب يا ترى قبل ما نشوف صلاة الجماعة بتكون ازاي ايه اهميتها وايه قيمتها قيمة هذه الصلاة اعزائي المشاهدين في حكتهم الحاجة الاولانية يقينية الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا كده ان صلاة المرء في الجماعة تفوق صلاته لوحده بخمس وعشرين درجة ايه ده يعني انت لما تصلي لوحدك ليك درجة الدرجة دي قد ايه يعلم الله قدرها ليك ثواب لما تصلي في جماعة ليك خمس وعشرين درجة ليك خمس وعشرين ثواب وفي حديث تاني بيوضح ده قولنا ان صلاة المرء في جماعة تعديله خمس وعشرين صلاة في غيرها يعني لو صلت الظهر في جماعة يبقى احسن من لو ان انت صلت خمس وعشرين دهر كل واحد لوحده ايه ده كله ده الفضل الكبير اوي لصلاة الجماعة طيب اين تكون صلاة الجماعة زي ما قلت لحضراتكم هي في المسجد ايه المسجد ده من فضل الله سبحانه وتعالى علينا ان جعل لنا الارض مسجدا وطهورا المسجد الجامع الذي يؤدن فيه للصلاة ده مسجد وكل مكان انت بتصلي فيه ان شاء الله تعالى يكون مسجدا فحيث ما كنت لو التزمت بالجماعة ان شاء الله تعالى يكون لك فضل لو كانت في المسجد فده اعلى الفضائل واعلى الدرجات زي ما هنشوف والرسول صلى الله عليه وسلم بيزعل اوي من الناس اللي بتصلي لوحدها وهي فضية ومستطيعة وقادرة وما تروحش تصلي في جماعة سواء كان في المسجد او مع بعضهم يبقى ده اقل الفضل اللي ممكن نحصله الرسول صلى الله عليه وسلم بيزعل اوي من الناس دول لما يبقى قاعد في البيت في النادي في اي حتة ويؤدن للصلاة وهو قاعد ده مش كويس ابدا بيضيع عليه ثواب كتير جدا الصلاة مقبولة لو صليت لوحدك الصلاة مقبولة لو صليت في جماعة في اي حتة الصلاة مقبولة وليك باذن الله تعالى 25 ضعف لو صليت في المسجد الصلاة باذن الله تعالى مقبولة وليك 25 ضعف الاجر اللي هتصلي لوحدك وكمان ايه الكمان ده بقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا اننا تطهرنا في بيوتنا واتينا المسجد للصلاة يبقى اذنا لصلاة اي صلاة الصبح الظهر العصر المغرب العيشة وانت توضأت وروحت للصلاة عارف كل خطوة بتخطيها للمسجد ايه اللي بيحصل تلات حاجات ربنا سبحانه وتعالى يرفعك بها درجة ويعطيك بكل خطوة حسنة ويمحو عنك بها سيئة يبقى كل خطوة لك تلات حاجات وكلهم بيطلعوك لفوق تعل درجة تاخد حسنة يغفر لك سيئة ايه دا كله دا هذا فضل صلاة الجماعة الثواب بس دا لسه فيه كمان تاني طيب تعالوا نشوف بقى صلاة الجماعة شكلها ايه واداءها ازاي وبعدين نشوف بقية الفضل اللي ربنا سبحانه وتعالى حيدهلنا على صلاتنا في جماعة لما بنصلي في جماعة اعزائي المشاهدين الحمد لله ومن فضل الله علينا الامام وواحد معه دول بيعتبروا جماعة يعني الاتنين بينطبق عليهم حكم الجماعة لا اي عدد يكن بعد ذلك ما فيش مشكلة خالصة طيب لما الناس هتصلي جماعة بيكون فيه امام ويكون فيه مأموم واحد او مأمومين لو كان مأموم واحد يبقى حيقف خلف الامام مباشرة متأخر عنه خطوة واحدة بدل ما الاتنين رجلهم جنب بعض كده المأموم حيتأخر لحد ما اطراف اصابعه تبقى قريبة او تلاصق كعب الامام يبقى كده الوقفة الجميلة ويبقى على يمين الامام عشان الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة هكذا طيب قد نوقفنا لا كنا الامام وجماعة كتيرة يبقى حنصف الصفوف خلف الامام بتمامها كل صف على حسب المكان اللي احنا موجودين فيه طيب حتبدأ الصلاة والامام حيأم المصلين والمصلين دلوقتي وقفين وراء الامام والامام جعل ليؤتم به مدام جعل ليؤتم به يبقى ما ينفعش المأموم لا يعمل الحركات مع الامام ولا بعد الامام وكمان ما ينفعش يتأخر عنه كتير يبقى انت تستنى بعد لما الامام يقول الله اكبر انت ترفع ايه الله اكبر بعد ما يقول ويبتدي في الركوع انت تبدأ في التكبير وتركع لا تساووا الامام ولا تسبقوه لا ينفع ده ولا ينفع ده طيب قدنا كلنا حنصلي دلوقتي مع الامام يبقى كلنا حنأتم به ده مش كمان كده وبس ده انت لازم تأتم بالامام في كل اللي بيعمله وعندنا حديث جميل قوي ياريت الناس تتعلموا الحمد لله يعني تطبيقه مش بيبقى متكرر كتير انما قد يكون تخيلوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا لما تصلوا مع الامام لو الامام تعب وصلى قاعد يبقى المأمومين كمان يصلوا ايه يصلوا وراءه قعودا ده درس كبير اوي مدرسة كبيرة جدا هذه الصلاة عارفين ليه لان ده نموذج الامة كلها في المسجد نموذج القائد نموذج الامام نموذج المأمومين لما الامام تحصل منه مشكلة ايه اللي يحصل لما الامام يحصل له طارق ايه اللي يحصل لما الامام يخلص في صلاته ايه اللي يحصل لما المأمومين يخلصوا في صلاتهم ايه اللي حيحصل المتابعة والموافقة ودرس كبير جدا جدا درس للمجتمع كله بيبقى في المسجد بيبقى في الجماعة شفتوا ازاي بقى بنخسر حاجات كتيرة اوي اوي لو احنا محافظناش على دينا ومحافظناش على اصول دينا والله لو كان الناس يتعلمون كيف يصلون الجماعات المجتمع كله حيبقى وضعه مختلف تماما تماما لان دي مدرسة القيادة مدرسة الجماعة مدرسة الامة كلها في الايه في الجماعة دي ولو كان الوقت يطول حيطول الحديث عنها بس احنا دلوقتي حدثنا ميصور وسهل ومختصر علشان بس نفتح العيون على قيمة هذه الصلاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى من اجل ان تكون قرة عيوننا طيب دلوقتي قدينا حنبتدي الصلاة مع الامام الامام حيعمل ايه اذا كانت الصلاة جهرية زي صلاة الصبح وصلاة المغرب وصلاة العشاء يبقى الامام حيقرأ فاتحة الكتاب بصوت عالي والناس حيوقفوا يستمعوا وبعدين الامام حيقرأ ما تيسر من القرآن والناس حيوقفوا يستمعوا طيب دلوقتي الامام قرأ الفاتحة والمصلين ينصطون وراءهم مدام كده بقى الفقهاء بصوا الامام المأموم يعمل ايه والامام قرأ الفاتحة وقرأ الصورة يقرأ الفاتحة هو ولا ما يقراش الفاتحة الاراء متعددة وكلها جميلة كلها جميلة ايه ولو الامام سب لك وقت بين الفاتحة وبين الصورة اللي حيقرأها انت اقرأ الفاتحة فيها لو الامام ما سب لكش وقت وهو بدأ يقرأ القرآن هذا رأيي وهذا ما اختاره صحيح هناك في الفقه اراء اخر تعمل ايه تروح انتواقف على طول لان القرآن بيقرأ واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصطوا لعلكم ترحمون يبقى مش مستساغ ان الامام يكون بيقرأ الصورة وانت بتقرأ في الفاتحة يبقى كده هتسمع ولا هتقرأ ما ينفعش فالاختيارات كلها موجودة اذا كنت معتاد ان انت تقرأ الفاتحة وراء الامام فيارب الامام يكون يعني يسيب وقت بين الفاتحة وبين الصورة اللي حيقرأها انت تقرأ فيها الفاتحة ولو كنت حريص على قراءة الفاتحة اقرأها ممكن حتى لو الامام ما بيسبش مسافة اقرأها مع الامام بس لا تسبقه ولا تساويه هو يقول الحمد لله رب العالمين انت تسمح وبعد انت تقول الحمد لله رب العالمين هو يقول الرحمن الرحيم انت تسمح وتقول الرحمن الرحيم هذا لمن كان مذهبه او رأيه او لمن تعلم ان الفاتحة لابد ان يقرأها الامام والمأموم حتى في الصلاوات الجهرية ان كان الاختيار لا انا حينما اصلي لا اقرأ فاتحة الكتاب ولا اقرأ باي صورة مدامة الصلاة جهرية انا استمع لما يقرأ ولما يتلى يبقى كده استمعت القرآن والقارئ كالسامع يبقى كما لو انك قرأت تماما وفتحت قلبي فتنزلت الرحمات لان الذي يستمع الى القرآن يرحمه الله سبحانه وتعالى علشان ربنا اقلنا كده اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصطوا لعلكم ترحمون يبقى كده الامام قرأ الفاتحة وقرأ الصورة واحنا كان لنا الاختيار زي ما قلت لحضراتكم اما ان تقرأ واما ان لا تقرأ ولو كان الاختيار فان لا تقرأ ده جميل او تعالوا اعزائي المشاهدين نخرق فاصل ثم نعاود حديثنا مع صلاة الجماعة عدنا اعزائي المشاهدين حتى نتابع حديثنا عن صلاة الجماعة شفنا كده الامام قرأ الفاتحة وقرأ ما تيسر من القرآن واحنا شفنا لنا الاختيار ان نقرأ او لا نقرأ لو استمعنا كويس جدا لو قرأنا فما فيش مانع وبعدين الامام حيتم بقى الصلاة الركوع والسجود والجلوس والسجود وهكذا لحد ما تنتهي الصلاة في الصلاة الجهرية بيقرأ بصوت مرتفع وفي الصلاة السرية بيقرأ في السر واحنا ما بين الصلاة الجهرية وما بين الصلاة السرية في الصلاة السرية حنقرأ الفاتحة ده اختيار مقبول ما فيش مشكلة خالص ولو كانت صلاة الظهر والعصر مثلا حنقرأ الفاتحة ونقرأ معها ما تيسر من القرآن الكريم بس ساعة ما الامام ينادي الله اكبر انا اتوقف ما قلش اخلص الصورة وبعدين اركع لا انت تابع الامام على طول لما حتنتهي الصلاة اعزائي المشاهدين ويحدث مثلا في الصلاة ان المأموم هو واقف ورا الامام سرح ونسي فبعدين الامام قال الله اكبر بعد الفاتحة والمأموم رح نزل وايه نزل وسجد نزل يركع يعمل ايه الامام قال الله اكبر في الركوع والمأموم فضل يفكر حروح فين واجي منين سرح نسي يقول سبحانه ربيع العظيم خالص وراح الامام قال الله اكبر هو آه هو قام السهو اعزائي المشاهدين من المأموم في صلاة الجماعة معلهوش حاجة ولا يسجد للسهو ولا حاجة خالص لان الامام ضامن حيشيل عننا كل هذا بإذن الله تعالى وفضل فانت اي حاجة تحصل كمل صلاتك عادي ما فيش مشكلة وده اول بقى فضل لصلاة الجماعة من فوق اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا عليه ان انت حتضمن ان صلاتك كلها صحيحة من غير سهو خالص خالص علشان الامام هيحمل عنك مكان طب لو الامام سهى لو الامام نسي ووقف بعد الركع التانية في الصلاة الرباعية او الثلاثية لو نسي وقال الفتحة وما قالش صورة بعدها وركع اي حاجة تحدث للامام اعزائي المشاهدين يسن للمأمومين ان هم ينبه الامام يقولون له سبحان الله عشان ياخد باله ولو كان النساء يصفقنا هكذا فالامام ياخد باله علشان يصحح الامور التي وقع فيها وحينطبق عليه بقى السهو زي ما احنا تكلمنا في حلقة السهو في الصلاة ولما الامام بقى يسهو وانت واقف مركز ما عملتش اي حاجة ما عملتش اي غلط لا لابد ان تتابع الامام فتسجد معه للسهو متى ما سجد لو كبر بعد التشهد قبل التسليم وسجد انت تسجد معاه لو سلم انت تنتظر لحد لما يقول الله اكبر عشان يسجد بعد كده بعد كده للسهو طب انت لو حصلت الجماعة كلها من اولها من تكبيرة الاحرام لحد التسليم خير وبركة وفضل كبير جدا لو ان انت ادركت الامام في جزء من الصلاة كمل صلاتك بعد الامام بنفس اللي انت فاتك منه بالزبط ده وده كويس جدا تكمل الصلاة زي ما فاتت منك او انت توالي بعد الامام يعني لو مثلا حصلت الامام في الراكعة التالتة من صلاة الظهر تعمل ايه ممكن تقول الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة الكتاب وتقرأ صورة يبقى الامام بيصلي التالتة وانت بتصلي الايه وانت بتصلي الاولى لان الصلاة سرية وبعدين الامام حيصلي الرابعة وانت بتصلي التانية برضو هتقرأ صورة الامام سلم انت هتقوم تصلي ايه التالتة من غير صورة والربعة من غير صورة وبعدين تسلم وممكن الحل التاني ان انت تمشي مع الامام الامام في الراكعة التالتة انت تخليك في الركعة الثالثة تعمل ايه تقول الفاتحة وبس والركعة الرابعة كده لما انت حتقوم بقى بعد الامام تصلي اللي فاتت ايه بقى حتصلي الركعة الاولى قضاءا هتقول الفاتحة وبعديها ايه ما تيسر من القرآن الكريم لما تنتهي صلاة الجماعة اعزائي المشاهدين فوق ما كتب لنا الله بها من الفضل تخيلوا ان هناك حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم انا بحبه جدا الحديث ذا بيقول ايه اذا اجتمع الناس في صلاتهم لما تكون صلاة جماعة ينظر الله تبارك وتعالى الى صلاة الامام فان قبلها قبل صلاته وصلاة المأمومين جميعا يا سلام يبقى انت لو رحت وبتصلي مع الامام وربنا قبل صلاة الامام حيقبل صلاتك تمام فاذا لم تقبل صلاة الامام نظر الله الى المأمومين كلهم فان قبل صلاة احدهم قبل الله صلاته وصلاة الامام والمأمومين طيب يا رب ولا واحد ابلت صلاته ينظر الله تبارك وتعالى الى هذه الجماعة فيقبل منهم صلاتهم لاجتماعهم علشان نزلوا من بيوتهم وراحوا الجامع وصلوا في جماعة يبقى يقينا باذن الله تعالى سوف يتقبل الله منهم صلاتهم اجمعين بفضل كبير جدا اعزائي المشاهدين لصلاة الجماعة يا حبدة لو حافظنا عليها او على بعضها في المساجد ولو لم يكن يا حبدة لو كانت في البيوت صل مع اولادك صل مع اخواتك صل مع زوجتك في البيت في الشغل صل مع زميلك فيش مشكلة خالص لو احنا حاولنا ربنا سبحانه وتعالى بيبارك الوقت وبيثر لنا الوقت تخيلوا لما يكون في مكان الناس يجتمعون فيه الى الصلاة تخيلوا هذه البيوت او هذه الاعمال لا سقف لها ما بينها وبين السماء وما بينها وبين رب العزة متصل يبقى البركة اللي حتكون في الاماكن دي شكلها اين هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى هذه الامة وافتكروا اعزائي المشاهدين ان احنا كل شوية بنتقدم خطوة بخطوة في صلاتنا علشان نرتفع بيها درجات ودرجات عند رب العزة سبحانه وتعالى اعزائي المشاهدين انا لا اسأم من الحديث عن الصلاة واتمنى ان لا تسأموا بقي لنا الغد باذن الله تعالى حتى نستكمل حديثنا عنها عن هذه الصلاة عن قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرة عين المسلم والمؤمن نسأل الله العلي العظيم ان يتقبل منا وإياكم جميعا صلتنا وان يعلي بها درجاتنا وان ينور بها وجوهنا وان يصلح بها أحوالنا فيحفظنا من كل سوء ويدفع عنا كل سوء وينصرنا حيثما كان النصر لنا لازما انه سميع قريب مجيب الدعاء اعزائي المشاهدين اترككم في رعاية الله في معية الله مع كتابه ومع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم دائما على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يفتح عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة